موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضاراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين أعضاء مجلس الأمن الدولي يعرفون عن قلقهم إذا أتدهور الوضع الإنساني في اليمن موسيقى وقفة تضامنية في تعز سندد باستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني موسيقى مشاريع خيرية رمضانية للتخفيف من معاناة سكان الحديثة ومبادرات مجتمعية لإفطار الصائمين في طرقات أبيان موسيقى السهيل النشر بسم الله الرحمن الرحيم أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إذا أتدهور الوضع الإنساني في اليمن والمخاطر البيئية الناتجة عن غرق سفينة روبمار في البحر الأحمر معتبرين هجمات الحوثيين على السفن تصعيدا خطيرا يهددوا جهود السلام في اليمن جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن يوم أمس حول الوضع في اليمن بمشاركة المبعوث الأممي ومندوب اليمن الدائم عبدالله السعدي وحذرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشغون الإنسانية أوتشا إيديم أوسورونو من خطر انهيار التقدم الإيجابي الملحوظ منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في إبريل 2022 وشارت في كلمتها نيابة عن مساعد الأمين العام مارتين جريفث إلى ارتفاع مستويات عدم الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأشهر الأخيرة مما يشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا لحياة ورفاه الملايين من الناس وخاصة النساء والأطفال قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانت جرينبيرغ إن عملية الوساطة التي يقودها باتت أكثر أو باتت أكثر تعقيدا وأن اليمنيين يشاركونه الشعور بنفادي الصبر في سبيل تحقيق تطلعاتهم وحذر المبعوث الأممي من أنه كلما طال أمد التصعيد زادت التحديات أمام جهود الوساطة في اليمن ومع تزايد المزيد من المصالح يزاد احتمال تغيير أطراف الززاع في اليمن لحساباتها وأجنداتها التفاوضية وأشار هانت إلى أن السيناريو الأسوأ هو أن تقرر الأطراف الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب وحث جريندبرغ جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل نحو خفض التصعيد لحماية التقدم المحرز فيما يتعلق بعملية السلام في اليمن كما حث على فتح الطرقات الرئيسية وإنهاء معاناة المسافرين اليمنيين أكد تقرير حقوقي مقتل سبعة مدنيين بينهم طفلين وإصابة امرأة وأربعة أطفال برصاص وقذائف وألغام ميليشيا الحوثي في محافظة تعز خلال يناير وفبراير الماضيين وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أربعة وعشرين انتهاكا في محافظة تعز خلال يناير وفبراير الماضيين توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف واستهداف الممتلكات العامة والخاصة ومصادرة مساعدات نقدية وعشر المركز إلى أن الانتهاكات الجسيمة التي تعاني منها تعز تصيب الطفولة أكثر من غيرها من فئات المجتمع كما أن آثار الحصار القاتلة تستهدف قطاع الطفولة أكثر من أي قطاع آخر لا تزال مبادرة فتح الطرقات تشكل صدمة نفسية عنيفة لدى تنظيم الحوثي الإرهابي الذي يستمد سعادته الخاصة من معاناة اليمنيين وعذابات المسافرين الثالث من رمضان كان يوما مأتميا مروعا في صحراء الجوف المترامية حيث عائلة كاملة من المغتربين العائدين إلى الوطن التحقوا بقائمة ضحايا طريق الموت للطراري لقد صير الحوثيون هذا البلد الفسيح إلى أضيق من قبر ويأتي هذا الحادث المأساوي بعد أقل من شهر من الحراك الحقوقي الضاغط في مبادرة فتح الطرق وابتدار الدولة فتح طريق مار بنهم صنعاء فعليا في الجهة الأخرى وجدت ميليشيا الحوثي نفسها داخل مرآة الانكشاف الشعبي ورقابة الرأي العام اليقظ فراحت تشترط وتطالب وتراوغ وتتذاكى وتخترق الأعذار والتبريرات إذ ترى الميليشيا في الطرق الإسفلتية المعبدة ترفا لا يستحقه اليمنيون في الحل والترحال ولذلك أغلقت مبكرا الخطوط البرية الرئيسة ضمن خطة العقاب الجماعي وتنكيد الحياة العامة وجاء حراك فتح الطرقات من حيث لا يحتسب الحوثيون وقته القاتل متزامنا مع هرج الدعاية الحوثية بأن هجمات البحر الأحمر تهدف إلى رفع الحصار عن غزة إنها واحدة من أقصى لحظات الاختبار لهذا فكرت الميليشيا أن تتساير مع مبادرة فتح المعابر لكن بطريقة من يمتطي الموجة إلى غايته الميكافلية الخاصة وبجيش من المقاتلين ذهبت الميليشيا منفردة لفتح طريق صنع الضالع بالقوة وبدون أي تنسيق مسبق مع أي طرف آخر معني بالأمر هناك تكشفت الحقيقة الحوثية النكراء حسنا سنفتح الطرقات لكن لتمر الميليشيا إلى المحافظات المحررة على طريق مفروش بورود المبادرة ولا شيء آخر وجهت الحكومة اليمنية مذكرة رسمية إلى شركة الأقمار الصناعية الفرنسية التي تبث على نفس مدار النائلسات للمطالبة بحج بشارة قائمة القنوات الفضائية المنتحلة صفة القنوات الحكومية اليمنية وكذلك قنوات المسيرة والمسيرة مباشر والساحات واللحظة وطالبت الحكومة بإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها تلك القنوات استنادا إلى قرار الحكومة اليمنية لعام 2022 بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وقرار الإدارة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية عالمية وأوضح وزير الإعلام تورط القنوات الحوثية في نشر الأفكار الإرهابية والترويج لخطاب الحكومة والكراهية والتحريض على العنف والقتل لأسباب تتعلق بالعرق والجنس والدين والجنسية واتخاذها منابر لغسل عقول الأطفال وتجنيدهم بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وقال الوزير الإرياني في منشور على منصة إكسي أنه تم تكليف فريق فني في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة كافة شركات الأقمار الصناعية وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والمنصات التابعة لميليشي الحوثي المدرجة في اليمن وعدد من الدول بقوائم الإرهاب أكدت الحكومة اليمنية على ضرورة إعادة النظر في سبل مواجهات نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم وجددت الحكومة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية ومخاطرها على السلم والأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن الدولي شددها على أهمية تقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وحماية المياه الإقليمية اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وبص سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني لفرض الأمن والاستقرار بما في ذلك المدن والموالئ التي تحولت إلى منصات لاستهداف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وأجدد السعاد التزام مجلس الأمن بل مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشابل والمستدام في اليمن بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها اغتال مسلحون مجهولون ضابط أمن في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من الرصاص على الضابط في إدارة أمن محافظة لحج حسين خالد وأرداه قتيلا وأضاف الشهود أن الحارثة توقعت بعد خروج المجنية عليه من أداء صلاة الترويح من مسجد جوار إدارة شرطة السير بالمحافظة دعا خطيب ساحة الحرية بتعز إلى استغلال الشهر الفضيل بالبذل والعطاء والنصرة مشيرا إلى أهمية هذه الأيام في التزود من الخيرات وتفقد أحوال الضعفاء والمساكين رمضان فرصة للعودة إلى مملكة الرور واستغلال لما تبقى من الشهر الكريم فقد مضى سدسه وهو ضيف خفيف سرعان ما يمضي وإرحل رمضان يمضي فلا بد أن ندرك فيه العودة وندرك فيه التطهر والتنقية والتزكية وسد ثغرات صرح إيماننا الذي شابه الشوائب طيلة العام رمضان فرصة لتزيين هذا الصرح وسد ثغراته نعم والتخلص من ذنوب أثقلتنا وقيدتنا طيلة العام تسديد فواتير الإعراض في رمضان فرصة وأن تصوموا خير لكم خير جعله الله مخفيا لا نعلمه كله دليل قرب من الله وغفران وصحة لذا وجب أن يعطى للصيام حقه من صلاة وقيام واستغفار ومساعدة للمحتاجين وتفقد للجيران والأقارب والوقوف مع مقاومي فلسطين بالدعاء والدعم بقي الأمل في الشعوب بقي الأمل في المثقفين في نخب الأمة في من يكتب في من يبذل التقاعص عن هذه المعركة لا يجوز بل هو وصمة عار على جبين كل من يقدر أن يقدم أن يبذل أن يكتب أن يحشد أن يخرج أشاهد التلفاز الغرب في كل يوم تقريبا يخرجون والعرب من يخرج ما تشاهد على التلفاز في تقسيمات الشاشة عن البلدان العربية لا تشاهد أين مصر العروبة أين الدول أين دول الجزيرة أين العرب أين نحن أين نحن وحتى أين نحن نخرج دقائق ونفر حتى إذا هتفنا نهتف بدون نفس لنحترق لتحترق قلوبنا في هتافاتنا في خروجنا في وقفاتنا إنها مواطع تغيظ الكفار فلنغيظهم بهذه المواطع أقل شيء رمضان شهر للصيام والقيام والعمل والجهاد والحركة والنشاط ولم يفرضه الله على عباده ليتقاعسوا ويكسلوا ويسلموا مقاليد أمورهم لأعدائهم بل أراده الله جهادا للنفس ودفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات وعقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية نفذ المصلون وقفة احتجاجية للتنديل باستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إسمعي يا عالم سبع فنحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر المظلوم الذي تكالب عليه العالم كله وكذلك نندد بقرائم الكيان الصهيوني التي هي قرائم حرب ينبغي أن يحاكم على هذه القرائم الحرب وهي سقوط أخلاق الكيان الصهيوني بهذه الحرب التي خارج إطار النظام الشرعي والقانوني والإنساني فقتل الأطفال والنساء وتدمير المساكن على أهلها وكذلك المدارس والمستشفيات والمدور العبادة كل ذلك من مخالفات الحروب في العالم ولذلك ندعو العالم وأحرار العالم أن يقف مع الشعب الفلسطيني يواصل طلاب مدارس تعز تنظيم عدد من الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ودعى طلاب تعز أحرار العالم إلى التحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال بحق سكان غزة هو الفخر والاعتزاز بما قدمته المقاومة في أرض غزة وفلسطين ولولا صمود الأبطال هناك ما خرج طلاب تعز في مدارسها تأييداً ووقوفاً إلى جانبهم لترفع الأعلام الفلسطينية بجانب العالم الوطني تعبيراً على أن قضية اليمنيين والفلسطينيين واحدة هؤلاء الطلاب يحملون عدة رسائل الرسالة الأولى إلى الأمم المتحدة وإلى حقوق الإنسان وإلى حقوق الطفل وإلى حقوق المرأة أين أنتم اليوم ما يحدث في غزة؟ هل وصل بكم الظل والقبل والخور إلى أن تخرصوا حتى عن الكلمة؟ ندوء إلى أن يكون لهم موقف من هذا الجانب أعلن أبناء فلسطين التشبث بأرضهم وهويتهم ودينهم والدفاع عنها والتضحية من أجلها معللين أن لا توقف عن المقاومة والتضحية إلا برحيل العدو المقتل فصغار هنا في تعز قد ههموا اللعبة ولم تعد تنطلي عليهم لعبة الإعلام الموجه ولا هرطقات العملاء فالقضية الفلسطينية هي قضيتهم ويجب أن يكونوا مع إخوانهم المناضلون حتى التحرير طوفان من الطلاب متضامن وواقف مع الحق الفلسطيني بدت فيه اليمن كلها وبلا استثناء ساحة تضامن وغضب على ما يجري لإخوانهم من تشريد وتجويع وقهر في سياق حربها الشاملة على الشعب اليمني منعت ميليشيا الحوثي مجموعة الصلاحي التجارية من توزيع المساعدات الغذائية السنوية التي اعتادت توزيعها على الأسر المحتاجة في رداع بمحافظة البيضاء وقرت مصادر محلية إنما يسمى هيئة الزكاة التابعة للجماعة الحوثي وضعت شروطا تعجيزية أمام رجل الأعمال علي الصلاحي للحيلولة بينه وبين توزيع المساعدات التي لا تزال حتى اللحظة مكدسة في المخازن يشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى الاستحواذ على المساعدات الخيرية التي يقدمها التجار للأسر الفقيرة في مناطق سيطرتها دون مراعاة لحاجة الناس أو اكتراث بمعاناتهم أحالت ميليشيا الحوثي شهر رمضان في مناطق سيطرتها إلى موسم للسرقات والنهب والجبايات ودفع الناس إلى جحيم الفاقة والحرمان فيما ترتفع أرصيدة المشرفين والقيادات الحوثية بسرعة جنونية الصيام لدى المسلمين امتناع لكنه لدى الحوثيين ابتلاع ابتلاع لكل شيء تطاله أيديهم وإيدي زعماء العصابة الحوثية تطال كل شيء في مناطق سيطرتها في الجغرافية اليمينية وذلك سر تحول كل مكان تسيطر عليه إلى جحيم يخشى كثيرون البقاء فيه يرى المسلمون رمضان شهر تنافس في العبادات والطاعات ويراه الحوثيون شهر تنافس في السرقات والجبايات فالمشرف الحوثي الجديد يدخل رمضان فقيرا ويخرج منه مليونيرا فيما القديم يدخله مليونير ويخرج منه ملياردير وبرصيد وكرش يفصحان عن الكثير أما من أين تأتهم الأموال فالجواب في الجبايات التي أفلس بسببها تجار وقصص النهب التي تتم على مرأة الجميع دون خوف من شهود عيان وتلك جبايات يخترع لها الحوثيون المسميات ويطاردون بسببها حتى البسطاء من أصحاب البسطات والعربيات فضلا عن الجبايات التي تمتص عرق مواطنين هم في نظر الشرع مستحقون للزكاة باعتبارهم فقراء لكنهم لدى الحوثيين مجرد مصدر آخر للإثراء حيث السيف الحوثي الذي يسلونه كذبا باسم الزكاة مصلط على رقاب الجميع لنحر ما تبقى من أسباب الحياة في المجتمع المجتمع الذي بات على يقين بأن لدى الحوثيين عمى ألوان لا يبصرون معه سوى لون الدم والمال باعتبارهم مصاصي دماء اليمنيين وأموالهم ولا يفهمون من رمضان سوى كونه موسما للجبايات التي تذهب إلى جيوبهم ولن يأمن اليمنيون على دمائهم وأموالهم ومستقبل أطفالهم ويستعيد روح رمضان ما باقيت ميليشيا إيران قال الأمين المساعد للمكتب التنفيذي لتجمع اليمن الإصلاح بوادي حضر موت منير بام حيمود إن الأوضاع التي آلت إليها البلاد نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وحربها ضد الشعب اليمني ودعب محيمود في الملتقى الرمضاني الذي نظمه إصلاح تريم مساء أمس الأربعاء للوجهاء والأعيان بالمنطقة دع السلطة المحلية إلى العمل على التخفيف من معاناة المواطنين ومعالجة أوضاع الكهرباء وترد العملة والخدمات وارتفاع المشتقات النفطية وشدد على تفعيل الأجهزة الرقابية وتوظيف عائدات موارد المحافظة للتخفيف من ميازين وموانئ وضرائب وفوارق أسعار الديزل المدعوم ومنفئ ومنفذ الوديع وغيرها لصالح التخفيف من معاناة المواطنين وفي مقدمتهم المعلمين وتطرق بام حيمود إلى دور الإصلاح بمحافظة حضرموت تجاه القضايا الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع المعيشية مشيرا إلى أن البيان الأخير للحزب بالمحافظة ودعواته المستمرة لوضع الحلول والمعالجات للوضع الاقتصادي ورفع المعاناة المعيشية عن المواطنين وأنوها أمين تنفيذي الإصلاح بوادي حضرموت بمساندة الحزب لجهود استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحثي مشيرا إلى مواقفه الوطنية من مختلف القضايا مشيدا بجهود الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بينما تحدث في الملتقى الشيخ حسن باكتل عن أهمية استغلال شهر رمضان وفعل الخيرات مشيدا بالمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطنية جاءت من رحم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني حضر الإفطار عضو هيئة الشورى المحلية لتجمع اليمن الإصلاح بالمحافظة سعيد عاشور بام حيمود والعديد من الوجهات والشخصيات الاجتماعية بالمنطقة بسبب الازدحام الكثيف في شوارع تعز نفذت الاجهزة العملية بالتنسيق مع قسم الأسواق بمكتب الأشغال العامة حملة إزالة البساطات والعشوائيات من شوارع المدينة والتي تتسبب بالازدحام الشديد حملة مشتركة لإزالة العشوائيات ومسببات الإزدحام المروري في شارع 26 وسط مدينة تعز حيث عملت الحملة على سحب المركبات الواقفة وقوف غير نظامي مع ترفيع قائد ومساطات الباعة في هذا الشارع ما يقوم به الآن من حملات ضد هذه العشوائيات التي أصبحت تأرق حتى المواطن المشاهد يعني حركة السير تعيق حركة السير طبعا أنتم تعرفوا 26 هذا كان يعني وباء لهذه العشوائيات وجدنا البداية 26 قلنا القمط سائلة القمط وضعوا لها مديرية القاهرة إنارة وإيضا حراسة ونرجو أن يقدر المواطن ما تبدو له هذه المديريات من جوه نحن لا نقطع رزق أحد لكن نقول في المكان المناسب هو الذي ممكن واحدة غضعا وتأتي هذه الحملة نتيجة تلك العشوائيات والبساطات والأشكاك المسببة لعرقلة حركة السير والحد من الاختناقات المرورية في شوارع المخافضة خاصة في شهر رمضان المبارك والله يشوف هي كانت عشوائية كثيرة فعلا لأنه في ناس ما كانواش يكتفوا ببسطة ولا ببسطتين عارف ناس كان معه أزياد من عشر بسطة وهو الحاله يشغل مدريمين يعني لو كان على قدره كان لا بس بس سببوا زحان بالشوارع وسببوا مضايقات ورغم أنه في سلبيات وفي إيجابيات زي ما قلت رات السلبيات أنه خفى السوق عندنا هو تعبان أصلا بس لما تكون في زحمة وفي حركات يشعر نفسيا أنه يعني قد يسمى سوق ضروري ما يكون مزدحم تشعر أنك تطلب الله وأنك تبتاعد تشتريه ويروح الوقت بسرعة لكنه بالمقابل فإن الباعة طالب السلطة المحلية بعمل حلول ووضع أماكن مرتبة يمكن العمل فيها عيدا عن الابتزاز المتواصل بحقهم كما يقولون أناك يا صاحب بس طاء لنا من 28 شعبان لا عمل لا بديل متنقوا أكثر أسر عايشة على البسطات الشي يطلون أنه نحن الهندي الهندي هناك لا مكان لا مأوى سائلة ما فيش داخل هناك يفتغل هنا البدروم حق السعيد كبديل أما أنه يطلون أنه نحن الهندي هناك لا سوق ولا عمل ستعجون بسرعة فتشوفوا أنه الآن خالي على عروشها والله متنقوا أين جروح أما أنه ندلون الهندي بديل بديل هناك قابر عبارة عن قابر موت بطي علينا ديون أنا عليها كوني عليها عشر ألف ريال سعودي للتاكر أين جروح سألك بالله أين جروح وتشهد مدينة تعز المحاصرة ازدحاما كثيفا في أيام الشهر رفضان مبارك في عرض من شوارعها وهو من يعرقل المرورة بالقيام بواجده أحمد القيبر قالت سهيد تعز نفذ عدد من ملاك البسطات في مدينة تعز وقفة احتجاجية للتنديد بفرض رسوم غير قانونية من قبل محصلي الضرائب ودع المحتجون قيادة السلطة المحلية بوقف هذه الإجراءات التي تضاعفت من أو تضاعف من معاناتهم سيما مع استمرار الحرب والحصار على المحافظة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية خرجت اليوم لكي أرفع مظلومتي إلى محافظة المحافظة الذين نزلهم إلى شوارع جمال الذي أخذوا بضاعتي وحبسونا لأيوم محبوس لا أكل ولا شرف في المحافظة محبوس وأرفع دعوتي إلى محافظة المحافظة لكي يندينا الأسواق البديلة ويندينا ما خسرنا من بضاعة التي أخذوها علينا يواصل أبناء مدرية أحور بمحافظة أبيان تنفيذ مبادرات إفطار الصائمين من المسافرين المارين بالطريق الدولي الرابط بين محافظتي عدن وأبيان والمحافظات الشرقية وقال القائمون على المبادرة إن إقامتها يأتي كتقليد سنوي بدأ تنفيذه من قبل رباط المشهور قبل أكثر من ستة عشر عاما يتم خلاله توزيع وجبات الإفطار على المسافرين في الطريق الدولي خصوصا في ظل عدم وجود أي أسواق تجارية قريبة من مكان مرورهم في هذا المكان أو كما يعرف برباط المشهور في مديرية أحور بمحافظة أبيان يبدأ هؤلاء المتطوعون تغليف الوجبات الخفيفة وتجهيزها قبل ساعات من حلول موعد الإفطار استعدادا لبدء مهمة جديدة في المبادرة الرمضانية المعروفة بمبادرة إفطار الصائم في الساعة الخامسة مساء بدأ المشاركون في المبادرة الرمضانية لانتشار على طول الطريق الدولي الرابط بين محافظتي عدن وأبيان والمحافظات الشرقية وتبدأ مهمة التوزيع المعتادة على المسافرين الذين غالبا ما يدركهم وقت الإفطار قبل وصولهم إلى المدن الرئيسية هذا يعني أنما يدل على كرم وأحسان أهل أحور في هذا المجال تكمن أهمية المبادرة الرمضانية في كونها الوحيدة التي ما زال أبناء مديرية أحور يحرصون على بقائها بعد 16 عاما من بدايتها وبات استمرارها أحد الطقوس الرمضانية المرتبطة بشهر رمضان في المديرية الشرقية المصنفة كأكثر مديريات المحافظة تمسكا بالعادات الدينية ذات الطابع الروحاني لقناة سهيل الفضائية عبير علي محافظة أبيان تشهد المناطق المحررة جنوبية الحديدة مشاريع رمضانية للخير والإحسان تجسد قيم التكافل والتراحم وتصنع الفرحة الرمضانية للفقراء والنازحين والأيتام بينما تستمر ميليشيا الحوثي الإرهابية في مصادرة مشاريع الخير الرمضانية وسرقت الفرحة من وجوه المواطنين في المديريات الخاضعة لسيطرتها بالمحافظة توزيع الفطوء الإفطار الصائمين مشاريع خير وإحسان متاحة للجميع تستفيد منها الأسر الفقيرة في شهر رمضان هنا في المناطق المحررة جنوبي الحديدة دشنا اليوم توزيع خمسة ألف وجبة وجبة إفطار للأيتام في محافظتي الحديدة وتعز هذه الوجبات طبعا للسنة الثالثة تقريبا التي يتم توزيعها مؤسسات وجهات رسمية ومبادرات مجتمعية تصنع الفرحة الحياتية للمواطنين في شهر رمضان المبارك تجلت هذه المشاهد الباعتة على الأمل والخير والسعادة والتكافر والتعاون والتراحم والمسؤولية تخفف من معاناة المواطنين نازحين وفقراء وأيتام وغيرهم ممن سلبتهم الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوث الإرهابية الأمن والاستقرار وتسببت في انهيار معيشي ضاعفت من متاعب المواطنين وفقرهم نود أن نشكر ونقدر قهود الخليل الإنسانية فقد تقدمت بواجبات للمرضى بطريقة صخية وإنسانية وراقية جدا أما في مناطق محافظة الحديدة المواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوث الإرهابية تمنع ميليشيا إيران حتى اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك المؤسسات والمبادرات المجتمعية والتجارية من إطعام الفقراء لتسرق الفرحة من حدقات الصغار والكبار وتصادر الأجواء الرمضانية وأحال السكان الحديدة إلى جموع مرهقة بالفاقة والمسغبة والحرمان عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة تشهد الأسواق الشعبية في عدد من المدن الرئيسية بمحافظة أبيان خلال أيام شهر رمضان المبارك تشهد انتعاشا ملحوظا في الحركة التجارية وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين وأساهم انتعاش الأسواق في توفير فرصة عمل بل فرص عمل مؤقتة للكثيرين حيث يستغل البائعون تزايد مستوى الإقبال بعرض منتجاتهم الرمضانية المتنوعة وفي مقدمة علاكلات الشعبية المرتبطة بشهر رمضان بشكل يختلف عن الأيام العادية تتخذ الأسواق الشعبية في محافظة أبيان خلال أيام شهر رمضان المباركة شكلا آخر فالخروج للتسوق قبل ساعات من موعد الإفطار عادة يومية بالنسبة للمواطنين الراغبين في الحصول على بعض متطلباتهم الأساسية التي يعد توفيرها ضروريا في موائد الإفطار الميزة الأسواق الشعبية في أبيان الأكلات الشعبية حق رمضان ومن أهلها ومن مجموعة السكان وبكثرة وبس نعاني نحن زي الشعب المواطن نعاني في الأسعار المواد الغضائية وزي الكسوة زي هذه الحاقة يعني رواتب متأخرى وما فيش نعاني بكثرة وعلى الرغم من تأزم الوضع المعيشي وتدني نسبة الأجور بالنسبة للموظفين إلا أن مستوى الإقبال ما زال مرتفعا الأمر الذي شجع الكثيرين على استثمار المناسبة والاستفادة من حالة النشاط الذي تعيشه الأسواق والخروج بمعروضاته من رمضانية كالأكنات الشعبية المرتبطة بالشهر الفضيل أصل أكثر للشباب العاطلين أنهم بيبيعات هذه السنبوسة ونعملها في المنازل أصل ما دخل الرزق لنا بالنسبة لنا نحن نصل الضباحة يعني بشكل عام عدم تأثر الأسواق الشعبية خلال شهر رمضان بالأوضاع الاقتصادية يأتي نتيجة معرفة البائعين الجيدة لأنواع السلاع المتوجب توفيرها والتي تلقى رواجا وإقبالا كبيرين من قبل المواطنين وهو ما يفسر تنوع المعروض من الوجبات الرمضانية التي تلبي رغبة المتسوقين وأذواقهم لقناة سهيل الفضائية عبير علي محافظة أبيان افتتح محافظة تاعز عددا من مشاريع المياه ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة في عدد من عزل وقرى مدينة التربة بمدرية الشمايتين وخلال زيارته افتتح المحافظة شمسان مشروع شوحط المكون من وحدات ضخ متكاملة تعمل بطاقة الشمسية وملحقاته والخزان وغرف الضخ بتمويل من منظمة الهجرة الدولية وشهد المحافظ بجهود الهيئة العامة لمشاريع الريف والمنظمات الدولية الداعمة لتنفيذ المرحلة الأولى من هذه المشاريع وجاهزية التنفيذ للمرحلة الثانية لتوفير المياه النظيفة مشاهدنا نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين أعضاء مجلس الأمن الدولي يعربون عن قلقهم إذا أتدهور الوضع الإنساني في اليمن وقفة تضامنية في تعز تندد باستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني مشاريع خيرية رمضانية للتخفيف من معاناة سكان الحديثة ومبادرات مجتمعية لإفطار الصائمين في طرقات أبيان في ختام النشرات تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء